اشتركوا في القناة لدينا هنا مجموعة من المنتجات التي بيعت داخل مجموعة من البلدان بأسعار مبيعات محددة لكل منتج تم بيعه ما نريد القيام به هنا هو إيجاد مجموع بيع الكمبيوترات داخل دولة السعودية وداخل دولة الأردن لاحظوا معي هنا أنه يوجد لدينا هنا شرطان أولاً أريد إيجاد مجموع الكمبيوترات هذا هو الشرط الأول والشرط الثاني داخل دولة مثلاً الأردن أو داخل دولة السعودية الآن نحدد الخلية المطلوب إضافة المجموع بداخلها ونتوجه إلى خيار إدراج دالة ونبحث عن دالة Submissions F هذه هي الدالة لاحظ معي الآن شروط استخدام هنا يطلب مننا تحديد العمود الذي سوف يقوم بجمع القيم من داخله سأقوم بتحديد الخلايا من دي أربعة حتى دي أحداش الآن في الكريتيريا رينج ون أحدد الخلايا التي أريد أن أبحث عن الكمبيوتر بداخلها أحدد هنا عمود المنتجات من عند بي أربعة حتى بي أحداش ونأتي إلى الكريتيريا 1 وهي القيمة المراد تطبيق الشرط عليها في عمود المنتجات وأنا هنا أريد أن أبحث عن كلمة كمبيوتر أحدد الخلية التي توجد بها كلمة كمبيوتر وسأحدد هنا مثلاً الخلية F4 هكذا نكون أنهينا الشرط الأول وهو البحث عن كلمة كمبيوتر ضمن المنتجات بقي لدينا هنا تحديد الشرط الثاني وهو الدول نقوم هنا في الكريتيريا رينج 2 بتحديد عمود البلدان التي سأقوم بالبحث عن كلمة أو عن دولة الأردن بداخلها أحدد عمود البلدان ونأتي إلى الكريتيريا 2 وهي تحديد القيمة التي سوف أقوم بالبحث عنها وهي دولة الأردن في البداية سأقوم بتحديد دولة الأردن أضغط على الخلية G3 تماماً ثم أضغط على خيار موافق فيقوم باحتساب مبيعات جهاز الكمبيوتر في الأردن الآن بقي لدينا أمر هام جداً وهو تطبيق عمل الدالة على كافة المنتجات للدولتين طبعاً هنا سنحتاج إلى تثبيت بعض الخلايا مثلاً الكمبيوتر يجب تثبيته أفقياً وذلك من أجل عند القيام بتطبيق عمل الدالة على السعودية سنقوم بسحب الدالة بشكل أفقي بالتالي يجب أن تكون الكمبيوتر مثبتة بشكل أفقي وأيضاً الدولة السعودية والأردن أن تكون مثبتة بشكل رأسي طبعاً درس التثبيت وأهدافه تم شرحه مسبقاً وسنضع الرابط لمن يرقب بالمتابعة أسفل الوصف للفيديو ندخل على تعديل الدالة ونقوم هنا بتثبيت الصم رينج بشكل أفقي ورأسي وأيضاً كريتيريا رينج ون نقوم بتثبيتها بشكل أفقي ورأسي بالضغط على مفتاح F4 بالنسبة للكمبيوتر وهو الموجود هنا نقوم هنا بتثبيته بشكل أفقي وأيضاً كريتيريا رينج دو نثبتها بشكل أفقي ورأسي وبالنسبة لشرط الدول نقوم بتثبيته بشكل رأسي ثم نضغط على خيار مواثق لاحظ عند تطبيق عمل الدالة على كافة المنتجات ثم اظهار مجموعة المبيعات لكافة المنتجات وحسب كل دولة تحياتنا إليكم دمتم في حفظ الرحمن ترجمة نانسي قنقر